السلام عليكم بألف صحة و بخير أعطيكم كل عادة فيديو جديد و وصفة جديدة و وصفتنا اليوم تكون غطة بالدجاج و بالبطاطا حاجة بدينا طعم 66 كيف كما نرى هذه المكونات التي تنسحقها مبادئين عندي كعبتين بطاطا كبار بشو نقصهم دي كوب يكونوا كبار شوية مهمش صغار كما تعتجين مهمش زادة كبار على الاخر نقص كمية البطاطا اللي عندي ببعض نرجع لكم بشو نعم في بقية المراحل وضع كمية البطاطا بعد ما كملت قصيتها الكل بطبيعة انتم تنجموا ضعفوا في المكونات بالنسبة لي بش نعمل معناها صغيرون بش نعمل دو بلاتو متعفور ترشوفوني البلاتوات اللي بش نعم فيها بعض البراتوات اللي بش نعم فيها كي ما تشوفوا على جنب لانغتي تصدر متعجيش قصيتو دي كوب بيكون وخشين شوية وإلا جويدين انتم محاس بالرغبة وتوش نتعدى من بعد نتفوح البطاطا بالنسبة لي في واحدها بالفاح ذاكا سبيسيال متع فريت ناخدو حاضر سينوه بالنسبة المكونات متاعو فيه حسيرو ملح كمية كبيرة متع ملح كي ما ديتوني بالنسبة لي الملح ما حتيتش بالكل جوستك تافيت بالفاح ذاكا فيه ملح بابريكا فيه بصر مرحي فيه زادة سكر دوما هما الحاجات اللي نتفكرهم وراوي فوح اللخ البطاطا اللي بش نعملها كسوها في فريت وإلا في فيه حاجات كي ما هكا دي ما نعمل بيه وإلا وليت نفوح به هو كما تشوفوا البطاطا متاعي بعد ما فوحتها حتيت بش نقليها في الزيت بالنسبة للقراتام بتاع البطاطا البطاطا حاولوا بش تقليوها ملول بش متاخذلكم شم بعد برشة وقت فتاتي وطولوا طون البطاطا متاعي قادة التقليش نفوحوا ما بعدنا الجيج بالنسبة لي حتيت ثوم بودر فلفل لكحال كليل وزعدر ملحين مع بعضهم فلفل أحمر حتيت زيادة رشة بياء ملك لي لكعب شنحوت زيادة فاح متاع الجيج وبالنسبة للملح راني ما حتيتش بالكل اكتفيت بالفاح متاع الجيج ذاكا فيه كمية كبيرة متاع ملح ذاك عليش قريت حسابي في الملح ما حتيتش بالكل ودجا رغم ذاكا معناه جاني سافا كإضافة حتيت ديزاب دوب خوفانس في الفلاك حالبي سيتران ذاك عليش قلتلكم معناه انتو ما كان عندكم منهم لفاحة ذوكو متاع اليدل ردوا بالكم في الملح وكما تشوفوا اختيت عالجنا بمقلة حتيت فيها كمية باهية متاع زيت وباش نحط الجيجة ذاكا متاعي لان ما حركتوش جس باش نحطوا وكاكا وكاكي هو يبدأ معناه يتشوي وإلا يتيب في المقلة وكاكي نوال ينحركوا والفاحات الكل باش يدخلوا بالباي في وسط بعضها تشوف هذا الجيج متاعي قاعد نطيب فيه على نار متوسطة اقرب للقوية اكتر منها من متوسطة باش نشوفوا مع بعضنا الدجاج كما تشوفوا فيه الكعبة تقسم معايا ولنا حاجة اخرى حبيت ننقلكم عليها بالنسبة للدجاج كي قاسيت وخشين ما عجبنيش حاصيلوا وليت درت عليه الكل بالمغرفة اقسمتوا هكا في اثنين باش نبعد معناه كيف نوزعوا على الجران التان يجيني بايه نشوف هذيكا كمية الدجاج اللي عندي الكل بعد ما قسمتها في اثنين باش نحط كمية الكريم ليكيد باش نحط س تم لول ميتين في الاستعمل من يجنين الكريم ليكيد كما ندعضها بالكريم ليكيد ن نساح كوم باش نجربوها signature تكون هاد كما تشوفوا الكريم ليكيد الاديكا كما تشوفوا فيها عقادة على الاخر ما هيش هكا بش تعطينا كوش باهية للجراتة عمتانة واللي تزيت ميتين جرام اخرى وكلا حفتوا على جنب البطاطا اللي عملتها حسيتها زيدا شوية واللي تزيت قسيت كعبة اخرى بطاطا كل عادة فواحدة بنفس الفاح وباش نحط نقلها في زيت كما تشوفوا كل شي حاضر سيدي كالكريم اللي كيدة الثانية اللي حاتيتها كما تشوفوا خذيتها كلون ميزيان بالفاحة ذي كمتع الجيج عقادتها كدوب شوية وكيف كيف البطاطا متاهي حضرت خذيتها كالول ميزيان مبقى لي كام باش نطلحها من الزيت اذاك واش نستقطرها بالباي وعالجنا بخذية البلاتو متاع الفور اللي باش نطيب فيه الجراتة من اللول هكا حبيت نعملهم معناه فيه بلاتو كبير من بعد حسيت الكمية باش جيني هكا واتيا وقالة صغيرة وليت السوسة ديك اللي حاتيتها من اللول كما تشوفوا باش نحيها بالسباتول و باش نعملهم في دول بلاتو صغار معناه كل واحد ديك الجراتة متاعو فيه تباق صغير كما تشوفوا لنا حاتيت البطاطا حاتيت السوس هكا ملوطة شوية من بعد ما اصحليش باش نوالي مبدأ لهم كمية البطاطا بتساوي كما تشوفوا خطيط سباتول وقعت نحي فيها على خط الكريم دي جا حاتيتها في البلاتو متاع الفور الكبير باش نحط ملو لفرشة بطاطا مبعد فرشة جيج مبعد نحط جبان اللي عندي والجراتان تاني يكون حاضر على فكرة بالنسبة للجراتان ذايرا ومتحبلوش برشة وقت في التيب على خطر كل شي طيب جوست دوب مك الجبان ذاك يضوب شوية بالنسبة للجبان اللي استعملتو راني استعملت جبان موزاريلا باش نحط تبقى باهية باش جبان ذاك مبعد يضوب على الجراتان ويعطينا كوش هكا ياسر محليها باش نعمل رشة بها فلفل لكحل ومبقى لي كامش ندخلها معا فرم ساخن من قبل على 180 درجة نار الفقانية ولوطانية خليتو بضبت خمصها شن دقيقة وكي ما تشوفو اذو ما بعد ما خرجو كجبان ذاك بخذيها كلون مزيان طيب عملت لهم رشة بها سيبولات هكا للزينة وباش تعطينا هكا لون محليه طيب شنو ريكم القويم بتاع الجراتان ذاك بعد ما برد شوية كي ما تشوفو كجبان ذاكا معناية ذاك كيف كيفا كسوسة ديكا بتاع الكريم ليكيد كي ما تشوفو فيها مزيلتها كذايبة وماشاء الله منحكي لكمش على البنة اللي جيت فيه حاجة بالحق طعم 96 كيف نسحكم باش تجربوه باش تقولولي على ريكم في التعليقات فكنا نكونوا سنة ما بعد نهاية الفيديو متانة بنسبة لليوم طيب قليكي بشغل لكم بسلامة في امان الله وشاهد ملتقانة فاصفة اخرين